شوط الشلفة الفضية للحقائق البكار الانتاج نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين يأتيكم هذا السباق وسط تقطية اعلامية واسعة لنقل احداث وتداعيات هذا المهرجان السنوي الذي اعد له ملاك الهجن من كافة دول مجلس التعاون الخليجي الاعدادات الكبيرة بسم الله وعلى بركة الله اعزائي المتابعين ايها الحفل الكريم ينطلق شوط الشلفة شوط رمز البكار بسم الله وعلى بركة الله بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح ينطلق هذا المهرجان اعزائي المتابعين ايها الحفل الكريم بالتوجهات السامية والاوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه انطلق هذا الشوط بمشاركة الضبي بطشان بن صالح اليامي ضيفة عزيزة عانية من المملكة العربية السعودية كسب عبدالله بن علي بن راشد المري الهيجة راشد بن محمد الزقيبة غازية سالب بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي ناصية مصبر بن مبارك الشهواني برمودة سعد بن سالب بن عبدالله بن سعد مرسى عبدالله بن خميس بن سعيد آل حمد آل محمد سحابة حمد بن صالح بوش ريدة امقيمة لعبدالله بن علي بن راشد غرور عبدالرحمن بن راشد بن عبدان مطرة سعيد بن علي بوصلعة عسلوح لمحمد بن خالد العطية شقة لمبارك بن محمد بن قطامي هذه الاسماء الحاضرة اليوم في شوط الشلفة الهيجة مع المقدمة الهيجة في شوط الهيجة على مقدمة الشوط على المركز الاول تعود ملكية الهيجة وملكيتها مع راشد بن محمد الزقيبة على مقدمة الشوط اليامي مع المركز الثاني القادم من نجران بطشان بن صالح اليامي يدفع في هذه اللحظات مع الضبي بطشان بن صالح اليامي يقدم الضبي بينما دور دور المركز الثاني مقيمة تتسلل مقيمة عبدالله بن علي أو كسب عبدالله بن علي بن راشد المري القادم من الكويت بن جهيم قادم مع المركز الثاني دور دور المركز الثالث ومن تتسلل هنا غازية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يلا يبو عنزان مع المركز الثالث دور دور المركز الرابع الله برمودة يا برمودة يا برمودة مع المركز الرابع تتقدم سعد بن سالم بن عبدالله آل سعد وأمامها مثلث برمودة على المركز الرابع شعارة لمحمد مع برمودة وسعد بن سالم بن عبدالله بن سعد بن حمد مع المركز الرابع المركز الخامس تصل هنا عسلوه من المرشحات لاختطاف وانتزاع ناموس هذا الشوت يصل العطية حمد بن خالد بن عبدالله العطية رصيدها مليء بالإنجازات عسلوه هذه نتيجتنا أيها الأعزاء حاصل على السيارة في مهرجان المؤسس عسلوه يا عسلوه العودة إلى مقدمة الشوت هنا المقدمة معظبي أبناء نجران يسيطرون ويحكمون القبضة على المقدمة على المركز الأول الشلفة يا مضمرين الشلفة يا مضمرين الضبي مع المركز الأول بطشام بن صالح اليامي عسلوه مع المركز الثاني حمد بن خالد العطية غازية مع المركز الثالث سالم بن عنزان العنزان النعيمي مع المركز الثالث المركز الرابع برمودة سعد بن سالم بن عبدالله بن سعد مع المركز الرابع المركز الخامس أول نداء تصل وتتقدم شقها مبارك بن محمد بن قطامي هذه نتيجتنا أيها الأعزاء 1200 متر الشلف بالانتظار الشلفة يا مضمرين هل نجرام ما زالوا مع الشلفة الفضية اليوم مع الشلفة الفضية بطشام بن صالح اليامي أحد المحاربين في ساحات ميادين الخليج يقدم لنا الضبي في شوط الشلفة ليفتتح أول ياشواط المهرجان في هذا الموسم 2019 2020 الضبي 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 بينما عسلوه قادمة عسلوه قادمة عسلوه حمد بخالد العطية المشاغب يقدم عسلوه بخالد يقدم عسلوه يبغي الشلفة شاف الشلفة 800 متر عن الشلفة الفضية هل نجران الله مع المركز الأول غازية بن عنزان غزاها سالة بن عنزان غزا الشلفة هل الريان غزاها للميدان هل الميدان مع المركز الثاني بطشان 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 أبناء السعودية مع المركز الأول اليامي 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 يتفوق في الانتاج اليوم يقدم خيرة يقدم خيرة انتاجه خيرة ما عنده اليوم للشلفة تالب بن عنزان يقدم غازية غازية ولكن الضبي ولكن الضبي ولكن الضبي فتا نجران الدهبي يقدم الضبي اليوم يقدم الضبي أبناء نجران ينتزعونها الشلفة يختطفونها اختطافا عبرت الشلفة الى ميدان نجران في صباح هذا اليوم تهانينا والناموس لبطشان بن صالح اليامي على هذا الفوز المستحق ولوكن غازية غازية اللحظات الحاسمة غازية وأيضا غازية وهناك الضبي ولكن الضبي سلام يالضبي سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لبطشان بن صالح اليامي المركز الثاني غازية سالة بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي المركز الثالث المركز الثالث تصل مطرح سعيد بن علي بن حمد بوصلعة المركز الرابع المركز الرابع وصلت فيه برمودة سعد بن سالة بن عبدالله بن سعد المركز الخامس المركز الخامس كسب عبدالله بن علي بن راشد بن جهيم المركز الخامس أول مركز الخامس كانت كسب مع شعار بن جهيم تهانينة والناموس لمالك الضبي بطشان بن صالح اليامي تهانين يا بطشان وسعد الله صباحك بكل خير مهنيف على اختطاف الشلفة الفضية في صباحي هذا اليوم تهانين والناموس على هذا الفوز المستحق هذا هو ملخص شوط الشلفة الفضية للحقائق الانتاج البكار في صباح هذا اليوم شهدنا شوط استثنائي في صباح هذا اليوم منافسة خليجية هنا على أرضية ميدان الشحانية تهانين القلبية لمالك الضبي بطشان بن صالح اليامي ومحبين هذا الشعار المميز وسلام يا فتاة نجران الدهبي سلام نهني على هذا الفوز التوقيت الزمني للحظة وصول الضبي ست دقائق أربع ثواني جزء واحد من الثاني التهاني وناموس مرة أخرى لبطشان بن صالح اليامي غازية قدمت عرض تشكر عليه حلت وصيفة على الشلفة قطعت المسافة في ست دقائق أربع ثواني أربع أجزاء من الثاني التهاني والناموس لسالم بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي المركز الثالث وصلت في المركز الثالث عسلوه قطعت المسافة في ست دقائق ست دواني جزء واحد من الثاني تهانين اللي مالك عسلوه محمد مخالد بن عبدالله العطية